وحول مشاركة كاركوك بالاستفتاء من عدمها جدد محافظ كاركوك المقال نجم الدين كريم تأكيده على إجراء استفتاء كردستان في كاركوك في موعده المحدد وقال كريم في استفتاء أن استفتاء استقلال كردستان سيجري في موعده المحدد ولن يتم تأجيله لا فتان لأن أي خبر عن التأجيل لا صحة له ودعا كريم مواطنية المحافظة إلى التوجه لصنادق الاقتراع صباح الاثنين القادم للمشاركة في هذا الاستفتاء